اتفقنا كده وقلنا فيه الزام وفيه تحريم وفيه نقص الزام يعني قلت فيه necessity وفيه provision وفيه lack of necessity الالزام كنت سلم كلمة نين شطار كلمة must وكت بقول في التحريم كلمة mustn't يعني ممنوع تمام؟ طيب كنت بسلم في النص اي بقى كلمة neednt فكنت اقول you must study you must come لابد ان تأتي you neednt to come مش محتاج تيجي جيت او مجيتش انت حور you mustn't مثلا park here ممنوع تركن هنا مثلا فاصبح عندي تلات درجات الزام واجب تعمل كذا عكسها على طول ممنوع تعمل كذا في النص بقى تعمل او متعملش انت حور زي بالزبط كده ابيض عكسه على طول اسود في النص منطقة رمادية انك تعمل او متعملش it's up to you الكلام يرجعلك اللي بيسوي كلمة must خدنا مقابل ليه على طول كلمة have to لو تفتكروا وhave يبالازم فيه كلمة has مع المفرد has to تمام؟ خدنا كمان كلمة need to او needs to need او needs to تمام؟ طيب قلنا الكلام ده بيسوي بالضبط كلمة don't have to don't have to او doesn't have to لست في حاجة انك تعمل كذا يبقى ديو كلها بالنسبة لنا تعبرات بالالزام you must you have to واتفقنا الفرق have to اكبار خارجي مضطر تعمل كذا غزبا عنك لكن must احساس داخلي ممنوع you mustn't تمام؟ زي you mustn't smoke مثلا here ممنوع تدخن هنا كلمة needn't it's up to you يعني مش محتاج تعمل الشي you mustn't take a taxi مش محتاج تاخد تاكسي اذا اخد تاكسي اوكي ما اخدتش برضو مفيش مشكلة هي بالضبط you don't have to take a taxi او she doesn't have to take a taxi عادي جدا اخدنا الماضي بتاع الكلام ده اخدنا هنا كلمة have to واخدنا هنا ماضي needn't have تصريف ثالث needn't have تصريف ثالث زي اقول مثلا ايه she needn't have taken a taxi yesterday she needn't have taken a taxi needn't have taken a taxi needn't have taken تصريف ثالث ما كانتش محتاج تاخد تاكسي بس اخدت she needn't have taken a taxi لكن لو قلت مثلا الماضي بتاع كلمة mustn't تبقى didn't have to didn't have to she needn't have to take a taxi ما اخدتش تاكسي she didn't have to ما كانتش مضطرة وما عملتش she didn't have to take a taxi لم تاخد تاكسي ان كان ممنوع بالنسبة لها لكن she needn't have taken ما كانش ممنوع عشان كده عملت لكن لو ما عملتش ما كانش في مشكلة خالص ده طبعا رسم سريع جدا كده للجمل الخاصة بالالزام ونقص الالزام والتحريم ده موضوع طبعا مهم جدا وشايفين الجملة بتاعتنا فانا ركز كده في الجملة بتاعتي لما يقول لي مثلا عن قوانين أو it is necessary أو it is important يبقى على طول بالنسبة لي it is essential من الاساس يبقى كلمة must or have to أو you need to محتاج انك مثلا to take مثلا to get a passport وهكذا لكن لو قال لي it is against the law ضد القانون شيء ممنوع it is prohibited it is not allowed it is banned it is prevented حاجات كل الممنوع ده أصلا طول يبقى مصنت يبقى ايه مصنت لو خدتها في الماضي didn't have to اي حاجات دلعه الماضي اول مثلا ايه you didn't have to مثلا come last week كان ممنوع تيجي مثلا الاسبوع اللي فات عشان كده ما جيتش لكن لو جيت في النص بقى you didn't have to come اصلا كام تصريف ثالث هنا you didn't have to come مثلا last week ما كوش مضطرة تيجي لسبوع اللي فات بس انت جيت وصلت كده لو خدت معا كلمة neednt في المضارع بتسوي don't have to يعني انت لست في حاجة لكذا حرية يعني زي بالظبط كده you didn't take a taxi البيت قريب مش هو تاكسي you didn't take a taxi هي بعينها you don't have to take a taxi بصوا كده على الجملة على الشاشة وشوفكوا تختاروا ايه writing this report is not important احنا قلنا كتابة هذا التقرير ليس شيئا مهما يبقى انت كتبت او ما كتبتش ما فيش مشكلة يبقى الموضوع براحتك تماما ساعت هنقول ايه بقى you needn't bother yourself بتعمل كده حد يقول لي طب ليه ما خدش مصنط اقولك ده تحريم بتعمل كده ونفس الكلام كلمة can't out اللي انت شايف لها دي out not لازم معاها كلمة to لازم معاها كلمة to هنا طبعا out to يجب ان out not to لا يجب ان اقوى شوية من كلمة should ولكن ليس مثل كلمة must this website it's